طالبت الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتارز بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للمنظمة يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين اتهمت رجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا في مؤتمر صحفي في بيروت أمس اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني لا تقتصر أهمية هذا التقرير على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية قد أنشأت نظام أبرتايد يضطهد الشعب الفلسطيني بل إن أهميته تكمن كذلك في تسليته الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام